شكلت فلسفة العمل الجماعي المشترك من أجل المصلحة الوطنية العلية دافعا للتعاون والتكامل بين مختلف الجهات في القطعين العام والخاص في مملكة البحرين نعم وفريق البحرين يعمل بروح الفريق الواحد بقيادة السمو للعهد رئيس مجلس الوزراء ويواصل تحقيق رؤى وتطلعات عاهل البلاد المعظم في مختلف المجالات الإنجازات لا تأتي إلا بالتكاتف والتعاطض في مواجهة التحديات والتطلع نحو الأهداف المستقبلية هو ديدن هذا التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد يضمن الوصول إلى الأهداف التي تسعى لها مملكة البحرين تحت راية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وفي كل حدث ومحفل نرى الفخر بهذا الفريق وقد نجح فريق البحرين بإرادة وعزيمة فريق البحرين وكافة أبناء الوطن ضمن فريق البحرين بفضل إسلامات فريق البحرين بين مختلف أعضاء فريق البحرين فريق البحرين ليس شعارا فقط إنما روح للعمل المشترك وتأكيد على التكامل والترابط بين كامل أعضاء الفريق في حب التحدي وعشق الإنجاز هذا الفريق بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يسير مسترشدا برؤى العاهل المعظم أيده الله لتتحقق على أرض الواقع وتجلت إنجازات الفريق في كل شبر من أرض المملكة بل أن الإشادة بفريق البحرين وكفاءات أبناء الوطن تجاوزت الداخل إلى الخارج يواصل ابن البحرين البار الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهدنا ورئيس مجلس الوزراء بذات الحرص والتزاما لخدمة وطنه وأهله وبمعية أنجالنا الكرام الذين يتولون مسؤولياتهم بروح وطنية عالية ضمن فريق البحرين الواحد ونحسبهم جميعا في تكاتفهم كالبنيان المرصوص بتمسكهم بشرف خدمة وطنهم والمحافظة على أمانته والذوت عن مصالحه وتحقيقا لتطلعاته أيده الله يستمر العمل الجماعي الطموح من كل موقع فهنا الجندي يحفظ أمن الوطن والطبيب يعالج مرضاه وهنا من يستثمر الإمكانيات الوطنية من أجل تحقيق الريادة إقليميا ودوليا وهناك من يسعى من أجل مصلحة البحرين في المحافل الدولية وهنا صوت الوطن وعين الحدث اختلفت المهام والتحديات ولكن فرق واحد وهدف واحد تقدم فيه البحرين على ما دونها واستمر العمل الطموح بقيادة قائد وبروح الفريق الواحد فريق البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر